في ظرف صحي حرج تخطط فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل قطاع غزة حاجز الألف إصابة حطت قافلة المساعدات الطبية الإمراتية رحالها على أرض القطاع المحاصر محملة بأكثر من 14 طن من المواد الطبية وأجهزة التنفس الصناعي لمساعدة العاملين في القطاع الصحي على مواجهة التفشي المتنامي لفيروس كورونا وسط ترحيب وامتنان فلسطيني نحن نعتبرها مساعدات قيمة وذات قيمة عالية جدا لذلك نحن نتقدم بالشكر للأخوة في دولة الإمارات على هذا الجهد الكبير الذي قدموه للوقوف إلى جانب قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة والقاسية وتعد هذه القافلة الإماراتية الأكبر والثالثة من نوعها خلال الأشهر الثمانية الماضية لدعم المنظومة الصحية في الأراضي الفلسطينية وهي تعد جزءا من الالتزام الإماراتي المستمر لدعم الشعب الفلسطيني لسيما في قطاع غزة الذي يشهد عجزا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا تأتي هذه القافلة استجابة للنداءات التي أطلقتها وزارة الصحة بتوفير الأجهزة الطبية والمستهلكات الطبية التي طبعا تحتاجها الوزارة بإدارة هذه الأزمة والتي قد تساعد الكادر البشري لمعالجة مصابين كوفيد وأكاد المسؤولون في لجنة التكافل في قطاع غزة على أهمية المساعدات الإماراتية وأنها جاءت كجسر لإنقاذ الفلسطينيين حيث ضمت هذه القافلة نحو مئة جهاز تنفس صناعي إضافة لمائتي ألف فحص مخبري لفيروس كورونا كنا نتمنى من أي جهة أن تمول قطاع غزة وتنقذ قطاع غزة في هذا الوضع العصيب صارعت دولة الإمارات العربية الشقيقة بإرسال هذه المعونات الطبية في هذا الوقت الحرج ونحن نقدم شكرا لدولة الإمارات العربية الشقيقة التي ترسل لنا أجهزة التنفس الصناعي وبلغ مجمل المساعدات الطبية الإماراتية للفلسطينيين خلال جائحة كورونا أكثر من 36 طناً لتوفير الدعم والحماية للطواقم الطبية لعل من مفارقات القدر الحميدة بالفلسطينيين في قطاع غزة أن وصول القافلة الطبية الإماراتية قد تزامن مع تحذير المسؤولين في القطاع الصحي من موجة تفش جديدة لفيروس كورونا أكثر صعوبة من الموجات السابقة حازم البناء الغد غزة فلسطين